فيديو مؤلماً للمغربية، خديجة يبكي المغاربة بمشاركتها معاناة زوجها قائلة ساعدوني لإنقاذ زوجي، إذا كنت مسلماً شارك هذا الفيديو مع أصدقائك ليصل لأكبر عدد ممكن ونسأل الله أن يمنى على هشام بالشفاء العاجل نشرت المغربية خديجة، البارحة مجموعة من المنشورات المؤثرة عبر حسابها على إنستجرام تكشف فيها عن الأزمة الصحية المتدهورة التي يمر بها زوجها هشام مما أثار تساؤلات وتعاطفاً كبيراً بين متابعيها خديجة أوضحت أن تكاليف علاج زوجها تصل إلى 700 مليون سنتيم وأنها تبذل قصارى جهدها لتجميع هذا المبلغ الضخم وتوجهت برسالة إلى جمهورها وإلى المؤثرين لمساعدتها في نشر قضيتها ليصل صوتها إلى المسؤولين والملك محمد السادس في منشورها الأخير، نشرت خديجة صورة لزوجها هشام مرفقة بتعليق مؤثر قالت فيه إخواني، نحن نواجه الكثير من المشاكل الآن ولا أستطيع التحدث عنها الشيء الوحيد الذي أطلبه منكم هو المساعدة بالنشر نريد أن يصل صوت هشام شعلة الأمل في مرض السرطان إلى المسؤولين الكبار والملك محمد السادس نصره الله دعواتكم، جزاكم الله خيراً، يا رب، كن معنا جاء هذا المنشور بعد أن كافحت خديجة لجمع المبلغ 700 مليون سنتيم اللازم لعلاج زوجها حيث لم تترك باباً إلا طرقته في سبيل جمع هذا المبلغ الضخم وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها إلا أن خديجة لم تتمكن بعد من جمع المبلغ المطلوب تلقت خديجة الكثير من التعليقات على منشوراتها حيث عبر البعض عن دعمهم وتعاطفهم فيما شكك آخرون في نواياها واعتبروها تسعى لتحقيق مكاسب مالية شخصية نأمل أن تصل رسالة خديجة إلى القلوب الرحيمة التي تستطيع تقديم يد العون والمساعدة ونسأل الله أن يمنى على هشام بالشفاء العاجل وعلى جميع مرضى المسلمين اشتركوا في القناة